النهاردة جماهير الكرة المصرية بتنتظر مباراة النادي الأهلي مع نادي بيراميدز الساعة التسعة مساءً ضمن منافسات الجولة 31 من مصابقة الدوري المصري تفاصيل كتير عايزين نعرفها عن المباراة إزاي هيتعامل مارس الكولر والكرواتي يورتيتش مع المباراة مين الأقرب للفوز بالمباراة كل ده وأكتر هنعرفه مع ضفنة مصطفى متحة الناقد الرياضي اللي بنوارنا في صباح الخير يا مصر أهلا بيكبان أهلا بيكم سبعة الفول ونرح حضراتكم إن شاء الله أهلا وسهلا بيكبان دائما لما نتكلم عن مباراة زي مباراة النهاردة الاتنين نزلين وروحهم كلها حماس سواء الأهلي أو بيراميدز بيراميدز يعني فارق بيمكن درجات أو بعدد من الأبناط لكن الأهلي لو كسب النهاردة سبع بنت حتخليهم رايح خالص وحيبقى حسب موضوع الدوري تماما متخيل المباراة حتكون شكلت زيزي يمكن مباراة أهلي وبراميدز خلاص يمكن كله منتظر موسم ده نهاية تحديدا هي المباراة الفاصلة يمكن الدوري كبير دوري 34 جولة لكن المنافسة خلاص بقت معروفة إن هي ما بين الأهلي وبراميدز يمكن كمان المنافسة راضية حصلت إن يبقى المطشين ورابعة على طول كان يستم خلاصين من المطش المباراة الدوري الأولاني من أسبوعين بالزبط يدوك الأهلي لاعب مطش ومطش في الكاس وبراميدز لاعب مطش في الكاس وبيقابلوا بعض تاني فهم يعتبر مواجهات نوك أوت أو مواجهات مباشرة زي ما بيقولوا هم فعلا الفيصل في التحديد من الفائز بلقب الدوري بيراميدز كان عمل حوالي 14 فوز متتالي وده طبعا من أكتر الأرقام الكاسية لقدر فريق إحققها ضد الأهلي فده عمل منافسة كده وعمل حماس للدوري شوية لكن شفنا الأهلي يقدر كان الأهلي يوقف الموضوع ده الأهلي هو يوقفه والأهلي مكمل يمكن الأهلي بقى مباراة مودرن فيوتشر للمرش الفات أو مودرن سبورت خلاص بقى الأهلي بقى هو كمان 14 فوز متتالي فالأهلي النهاردة بيحاول إكسر رقمه هو بيحاول يكزود أرقامه بيحاول إصار رقم 15 متتالي لكن هي طبعا برامدز عمل منافسة وعمل رقميا هو لسه الأول يمكن فده ثلاث ماتشات مؤجرات للأهلي لو فاز بيهم طبعا كلهم لكن خلانكم صراحة المباراة هي دي الأهم هي المباراة للفايصل ويمكن المباراة الدوري الأولاني من أسبوعين كانت تعتبر فعلا أقوى مباراة في الدوري سحيح شفنا ماتشة 3-2 شفنا كورة كمان في تلاعب شفنا كورة ويمكن أحلى ماتشة في الدوري فعلا رقميا احنا بنشوف تحولات من الفرقتين بنشوف الأهلي بيتقدم بعد كده برامدز بيقدر فريق كبير وبيقدر أن هو يرجع في النتيجة فالأهلي بيأخذ النتيجة وبيتبص تلاقي المباراة هو بيتعادل وبيكسب في آخر اللحظات المباراة فماتش رايح وجاي زي ما بيقولوا بيبين لك أن الفرقتين فعلا عندهم إمكانيات عندهم إمكانيات يجومية وعندهم إمكانيات دفاعية إمكانيات دفاعية كمان برامدز خط الدفاع فيه قوي جدا يعني من أول الدول وحنا شايفين ماتشات قوية جدا بيلعبها برامدز عايز أسأل حضرتك شايف بقى هنا كولر حيلعب إزاي يعني الخطة بعد الماتش اللي كان قابل كده اللي فاز فيه الأهلي 3-2 نهاردة كل واحد حيلعب إزاي التكنيك اللي حيلعب به الفريق إيه يمكن هرجع حقوق من سؤال حضرتك المباراة الأولينية المباراة الأولينية كانت معركة زي ما بيقولوا تكتكية شفنا كولر بيغير أو بيلعب بخطط مختلفة شوية لأول مرة بيعمل لها في الدوري كمان تحديدا أن بنشوف تحركات تكتكية من حسين الشحات وإمام عشور بيتنيل هو المركز الجناح وحسين الشحات هو اللي بيتحول لعمق الملعب ويتحول لصنق العب وعمق الملعب في ظهر المساحة اللي في ظهر مهند لاشين أفكار كنا أول مرة نشوفها في الخطة أو في طريقة لعب تنفيذ من مرسل كولر يمكن رتيش كان هو مختلف شوية في حتة الأفراد فضل لعدم الركن البدء بمحمد الشيبي يمكن أفكار كلها كنا بنشوف أن الاثنين المدرين عاملين حسابهم كويس جدا لبعض الماتش المراضي أعتقد الأهلي ممكن يبقى أهدى شوية وده يبقى سلح زوحدين يعني الأهلي رقميا لو فاز الماتش الأوليني والنهاردة خرج تعادل رقميا ده في مصلحته لكن نفسيا يعني يخاف على الأهلي أنه هو يرتكن لحاجة زي كده أعتقد برامنز هيبقى هو المحتاج أكتر للفوز لأن الالتعادل بيصب في مصلحة الأهلي رقميا أكتر مع الحصول على الثلاث نقط في المؤجلات ليه حريكي تقول الأهلي حيبقى أهدى شوية علشان الغيابات اللي موجودة ما بين المصابين وبين الموجودين في المتخب الأولمبي ولا علشان كولر بيعيد تدوير نفسه لأن إدارته برضو ليه المباراة اللي فاتت هي السبب في اللجوان اللي جابها فيرمتز يعني يمكن هو الرقميا خلينا نقوله بالأرقام شوية بالأرقام يمكن حتى باللعيبة إبراهيم عادي غايب بس النهاردة بيرجع حلاص رمضان صبحي كجنح شمال بيرجع للفرقة بتاعة بيرامدز لكن رقميا الأهلي لما كان بيكسب هذه اللي كانوا عن رمضان صبحي ده في قصة بقصة الواحدة كده باستفادة يعني لكن الأهلي كان ما بيكسب المؤجلات الأهلي لو كسب المؤجلات كلها هيبقى فارق عن بيرامدز بنقطة فهو لو كسب كمان بيرامدز أو يتعادل حتى النهاردة رقميا هو هيبقى عنده أريحية حتى المتشاط الجاي يعني هو يتعادل أو نهاردة بجسبة للاهلي لو أنا اتعدلت أو الاهلي اتعدل النهاردة فكده فاز يعني فيه أربع نقطة بزبط كده يعني الأهلي لو كسب النهاردة يعني أننا أعيبس أو تعادل لكن بيرامدز المفروض لا أكتر المفروض عايز يكسب بيرامدز محتاج يكسب النهاردة عشان يعود الخسارة بتاعت المتشي اللي فات ومع ذلك الأهلي لو كسب برضو بقية المتشاط اللي جايه كلها هيبقى فارق عن بيرامدز بنقطة المتشاطة الجاية كلها هيبقى فارغة أربعة نقطة هيبقى عندها ريحية إنه هو كمان يخسر ماتش أو يتعادل ماتش فالنتيجة في صالح التعادل في صالح الأهلي عشان رقمها بس هو عايز يكسر أرقام؟ يكسر أرقام بزبط كده هيا دي المدير الفني لازم يخلق دوافع جديدة لازم يخلق زي ما قلناك كده حتة الرقم الكاسي كولر أول مرة يعمل الرن دوت إنه وصل لـ 15 فوز متتالي فدي أرقام هتخلي الموسم كمان ناجح بالزيادة للمرسل كولر فلازم يخلق دوافع منها فكرة إنه كمان نكتكسب المنافس المباشر ليك فدي في حد ذاتها أكيد دوافع للأهلي إن شاء الله إن جميع هل في تغييرات هتكون على مستوى التشكيل النهاردة سواء بالنسبة للأهلي أبرامت؟ أعتقد يمكن زي ما كنا بقول رمضان صبح هيكون موجود أكيد ممكن نفكر فيه المدارب الكولاتي روتيتش لكن من ناحية الأهلي كمان فيه لسه فيه فيه أجنحة رجعه زي برس تاو زي ريدا سليم بقى موجود شارك الماتش اللي فات ماتش الكاس وشارك الماتش عبري فيه كمان عناصر زي شفنا مروان سمرة مروان عطية بحثة إنه هو هيتجوز عمل حنة من يومين ففكرة ديانج إنه ممكن دي آخر مباراة اللي مع الأهلي في الموسم دوت وهنتقل بعدها للخلود السعودي ففيه أفكار كتير هتكون مختلفة ممكن نشوف تغييرات ممكن حتى الباك اليمين كننشوفنا الماتش اللي فات كان عمر كمال كان بادئ من ناحية الأهلي وقبل المباراة لطول بيومها حصلوا زي أزمة معوية أو حاجة فقدت لغيبة عن المباراة فالنهاردة هل هيستمر الدفع بخلد عفتاح كباك يمين هل نشوف محمد هاني هل نشوف عمر كمال باك يمين أعتقد الأهلي بها في تغييرات طبعا للتشكيل وأعتقد برضو الشيبي خلاص قصر فأعتقد ممكن كان هو من ناحية نفسية مع مشكلته مع الشححات وفي نفس الوقت هو كان عنده مشكلة قبل الماتش اللي فات مع زميله براتي توريه وكان حصل مشكلة في ماتش الاتحاد فأعتقد الفترة دي أعتقد هيبدأ به النهاردة أساسي أنا متخيلة أن يورشتش النهاردة عنده حسابات في مخه يعني لو الأهلي النهاردة وفاز عليه كده الأهلي هيبقى فارق بسبعة نقطة لو تعادل وفاز في كل مؤجراته هيبقى فارق بربعة نقطة لو خسر هيبقى فايز برضو بنقطة أو فارق بنقطة فيورشتش هيبقى عنده حسابات كده في دماغه أنه عايز يتستغل كل إمكانيات لعبته عشان يوقف التقدم بتاع الأهلي هل متخيل أنه هو حاول يستغل وجود رمضان صبحي وأنه هو حيحاول يبتدي به حتى على الأقل في الأول علشان يستغل بقى الفترة اللي كان قاعدها يستغل أنه هو متحمس وعايز يثبت نفسه يستغل يعني أنه عايز يقول أنا موجود وبصولي تاني وكلام ده هل متخيل أنه ممكن يبتدي به ويعرف يوظفه كويس يعني أعتقد لو أنت مكانه تعمل كده لا هنا لما كان المدير الفني الكبير لازم يحب المنشاط الموجهات اللي هي الكبيرة دي يعني أنا مكسابي على الاتحاد أو على الجوم أو المباراة في وسط الجدول أو الفرق المنافسة بس رقمية لما أحب المنافسة زي الأهلي دا هي اللي تفرق معايا دي اللي تعلق أسهمي ودي الاحتكاكات اللي هي توريني أنا أنا وصلت لحد فين فبرامز السنة دي ممكن حتى قبل المدير الفني دا ما يتولى حتى مشواره في دورة أبطال أفريقيا تعرض لكذا هزيمة تعرض لحزيمة من سان داونز تعرض لحزيمة من وزيبو الموريتاني فالاحتكاكات الكبيرة دي هي اللي بتبين المدير الفني وهي اللي بتبين اللعيبة فأعتقد المباراة زي دي النهاردة لا حيستعدلها إزاي؟ حيوظف لعيبته إزاي؟ أنا لازم لعيبة برامز نفسها هي اللي تكون عارفة قمة المباراة يعني أنا لما أكسب الأهلي في ماتشز دوت أنا بقول للنفسي أنا قادر لكن أنا لما أخسر ماتشي من الأهلي يعني ما أعتقد أن أنا ما أستحقش حتى لو أنا هبقى رقمياً أبقى فاري بنقطة لكن فعلاً أنا من جواي هبقى عارف أن أنا خلاص لسه الروح دي موجودة عند لعيبة برامز؟ يعني فكرة أنه يعمل الفنيش بتاعه ويقفل القفلة بتاعة الموسم دي الروح دي موجودة عندهم؟ لسه يمكن لسه وشوفنا حتى في ماتشات كتير لسه رامز أنا يمكن هو عمل 14 فوز متتالي لكن مع أول مواجهة كبيرة ضد الأهلي لا شوفنا الموضوع صعب شوفنا يمكن حتى لما تعادلوا 2-2 هم يعني تقدموا 2-1 الأول بعد كده حسين الشيحات لما رجع والأهلي كان بيحاول وبيرجع الأهلي هو اللي كان حريص على الفوز ما شوفناش بعدها يمكن خلاص برامز حسين اللحظة أنه هو ارتضى بالفوز دي أخطر لحظة في المدير الفني وفي اللعيبة أنهم يكونوا ارتضوا بالتعادل أو ارتضوا بالنتيجة ففي ساعتها الأهلي لازم يصدقوا من جواهم الأول بالضبط كده لازم يصدق من جواي أن أنا قادر وأن أنا محتاج الفوز فحكسب أي حد لكن أنا طول ما أنا راضي بالله أنا وصلت له هخسر من قدام أي فرقة ضعيفة فما بالك أن أنا بلعب الأهلي وكنت راضي بالتعادل فطبيعي أن أنا يحصل كده فالنهاردة لو ما سدقوش أن هم يقدروا يكسبوا الأهلي فلا أعتقد الأهلي هيعقبهم جامد بيرامز كمانتم يعني حلمه ويحقق الدوري هو محققش الدوري في تاريخه خالص أنه اللقب الفرقة قوية أنها ممكن تحقق ده أو تحقق اللقب طيب لو بصنا كده للمباراة وعايزين يعرف منك نقاط الضعف والقوة أهلي في إيه وفي بيرامز إيه يمكن نقاط نبدأ بالأهلي طيب نقاط الضعف الأهلي ونبدأ بالضعف الأول حراسة المرمى طبعا فيها مشاكل كتير جدا بنشوف حتى في المباراة كتير محمد الشناوي الفترة الأخيرة وعلامات استفهام كتير عن الدور ما بينه وما بين مصطفى الشبير من الأحق لكن المنظومة الدفاعية بالكامل قولر ما بيعتمدش نظام الدور ده لا طبعا هو كان يعني حتى لما تسأل في المؤتمر الصحفي كان حاسم وقال محمد الشناوي حادث مرمى الأهلي في ماتش بيرامز اللي فات فمش عارفين النهاردة لسه هو يعمل إيه لكن هو كان عنده تحفظ شوية حتى قال أنا الماتش لما دخل فيه جون بتاع الماتش اللي فات بتاع مدرنا فيوتشر فقال أنا هشوف بعد المباراة وها رأيش بس الموضوع برضو ما يتحصرش في الحصة المرمى يمكن الوصول للمرمى والتمنتاشر بتاع الأهلي بقى سهل شوية لفترة اللي فاتت الأهلي داخل فيه 23 هدف في الدوري ده رقم كبير يمكن الفرقة دايما الأهلي معودنا إنه هو لما بيأخذ الدوري بيكون عن استحقاق هجوميا ودفعيا الأهلي طبعا مع أهل عدد ماتشات 25 ماتش لكن جايب 59 هدف فهو الأعلى في نسبة تهديف لكن كمان هو مش أحسن دفاع الأهلي داخلي فيه 23 هدف ده رقميا مش أحسن حاجة الموسم للأهلي الأهلي كان فيه مواسم بيخش فيه أربع وست جوان في الموسم كله في أربعة وثرتين ماتش فرقميا الأهلي لازم يكون عارف إنه عنده تحفظات شوية على رأس المرمى والدفاع كله الدفاع بيبدأ من المهاجب وبنشوفنا الفرق اللي بيعمله سام أبو علي في الضغط حتى من أول مهاجم ورأس الحربة إزاي بيقوم بدور الدفاع بتاعه لكن الجناحين برضو كان عندهم تحفظ شوية في بعض المباريات بالدور بتاعهم بحس الدفاعين بدأ يقل لي شوية نص الملعب التأكملة بتاعت حتى بتاعت إمام عشور سواء أفشل ما يكون موجود ممكن شوفنا في ماتش الكاس لما لعب اللي اتنين جنب بعض في ماتش فيوتشر كان الموضوع مختلف وكان صعب شوية لازم حتة الدفاع بيكون مش من واحد أو من حراس المرمى أو من الدفاع بس الدفاع من 11 لعيب فمنظومة الأهل الدفاعية محتاجة مراجعة شوية من ورس الكولة على العكس منظومة الدفاع عند بيرامدز بيرامدز يعني نقال رياضيين كتير قوي أشهدوا أنه هو عنده خط الدفاع قوي جدا في كل ماتشات اللعب دي حقيقة عشان زي ما قلت لك هو ممكن اللي 11 لعيب اللي يكونوا موجودين اللي 11 لعيب اللي بيكونوا مشتركين في الماتش بيكونوا كلهم ساهمين في الدور الدفاع كويس وده كان باين حتى في نتائج ماتشات بيرامدز بيرامدز من أكتر الفائل اللي طلع على كلين شيت السنة دي بيرامدز داخل فيها 20 هدف بس طول الموسم فرقميا برضو وحش لكن يستيل هو أو يظل هو الأفضل دفاعيا على المستوى الدوري طبعا مع فرق أنه لاعب ماتشات أكتر من لاعب 28 ماتش لكن فرقة دفاعيا كويسة شفنا أسماء كتير شفنا أحمد سامي العيب دولي شفنا أسامة جلال شفنا محمود مرعي العيبة كلها دفاعيا على مستوى دولي شفنا حتى الشريبي على مستوى المغرب فكريم حافظ محمد حمدي فطبعا العيبة عندها خبرات والعيبة عندها مرضود فني كويس في أرض الملعب يبقى الحتة الهجومية شوية لازم نشوف أن بيرامدز لازم يكون عارف زي نرجع تاني أنه هو المنظومة الهجومية مع الدفاعية لازم تؤدي لك أنك في الآخر تصدق نفسك وتقدر أنك أنت تحرص عن تلات نقاط إن شاء الله طب أنا عايز أقف عند النقطة كده يا مصفى وانت بتتكلم عن عدد الأهداف اللي دخلت فيه الأهلي الموسبدة المشكلة الدفاعية أنا مش شايفة إنها مشكلة عند كولور بس يمكن المشكلة دي ممكن تكون متصدرة لكابتن حسام حسن كمان في المنتخب لأن المدفعين بتوع الأهلي هم يعني الأغلب العام في المنتخب فيه مؤخرة كده زي ما تقول حاجة اللعبة مركزة مع الكورة المدفعين مش مركزين مع الكورة والمهاجمين بتاع الفريق التاني هو كل تركيزه مع الكورة فقط لغير هل ده هو بسببه السيولة التهديفية اللي موجودة بتحصل مؤخرا أو اللي احنا شايفين التفاع عدد الأهداف عن اللي احنا متوقعينه أو اللي احنا متعوزين عليه من الأهلي يمكن هما الفريقين النهاردة هما اللي يمكن أكتر لعيبة بنشوفها في خط الدفاع منتخب مصر هما بيكونوا لعيبة الأهلي ولعيبة برامدز يمكن حتى بنشوف الباك الشمال الأساسي أو الزهري الأيصر الأساسي لمنتخب مصر هو محمد حمدي من برامدز مع السناية الدفاعية محمد عبد المنعي مرامي ربيع هما بيكونوا فأنا بأكد على سؤالك طبعا يمكن هو النهاردة حسام حسن لازم يكون هو أكتر حد المفروض النهاردة يبقى مستني الفريقين لأنه طبعا الفريقين بقى دقوا خلاص يمكن هما أكتر فريقين ليهم عناصر في المنتخب خصوصا في خط الدفاع لكن خلينا نكون أدك تفصيلا يمكن الصناية بتاعت محمد عبد المنعي مرامي ربيع آه مش بنتكلم على الأفراد وزي ما قلنا الدفاع منظومة كاملة لكن الصناية ديت مش الصناية الأقوى للأهلي ولا المنتخب مصر الصناية ممكن شوفنا حتى المستوى على مستوى الأرقام والمستوى الفنيات رامي ربيع لما كان موجود مكان ياسر إبراهيم كان أقوى شوي ياسر إبراهيم صنايته مع محمد عبد المنعي رقميا كانت مفيدة للأهلي وبالتالي كانت مفيدة لمنتخب مصر فأعتقد الفترة الجاية منتخب مصر لازم يدوخ قدماء جديدة لازم يكون عنده حلول مبتقرة الأهلي برضو الأهلي وبرمتز لكن لما دخل معهم من لعيب الفرق الأخرى فأعتقد حسن حسن حايد ماني تنوع وقوة كمان المنتخب بشكرك شكرا جزيلا نتمنى يا رب نشوف النهاردة كرة حلوة كده وماتش قوي يليق بالأهلي وبرمتز يعني يمتع جماهير الكرة النهاردة بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي مصطفى مدحة نورتنا شكرا جزيلا أنا بشكرك جدا شكرا